دينا تقولي هي عن عمتك هتوحشني اكتر حاجة هتوحشك فيها صوتها كلها طنفايزة احنا اينا جدا طيبة قوي بتحب الضحك والتهريج وتعلمت تعلمت منها ازاي البس ازاي نصك هدومي في لبسي ازاي امتى الصبح لما جي خارجة البس ايه لما جي خارجة بعد الظهر البس ايه بالليل البس ايه اقعدة ازاي ازاي اخلي بالي من شكلي ومن اهتمامي بنفسي كبنوتة لأ تعلمت منها حاجة كتير عملت ايه بعد ما خرجت على المعاش دي بتبقى فترة صعبة للي متعود كل يوم يشتغل اللي انا عارفة ان هي كان جات لها عروض انها تشتغل خارج التلفزيون المصري رفضت قالت انا بنت التلفزيون المصري وبنت ما سبيرو مش هشتغل برا التلفزيون المصري لكن فضلت فايزة واصف جزء من حياتنا هي بالنسبة لي حياتي عمتي دي حياتي عمتي وهتوحشني كلمة عمتي ما عنديش عمات بنا يرحمها ويعني ويصبركم والحقيقة انه في ناس ما بتتنسيش فايزة واصف من الناس اللي ما تتنسيش لانه حياتها هي كات حياتنا كلنا وكات قصصنا كلنا واثرت الحقيقة انا بشكركم شكرا جزيلا وبشكرك يا دينا وبعزيكي بشرك يا أستاذ سيف طبعا بشكركم عزيزي المشاهدين ونتقبل بكرة بإذن الله هذه الميس الحديدي تحييكم اتبعها لخي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة